قال ثم يرسل إليه الملك أي وهم في بطن أمه ذكراً كان أو أنثى فينفخ فيه الروح أي بأمر الله سبحانه وتعالى يأمره بنفخ الروح سواء قلنا بعد 42 يوماً أو بعد 120 يوماً قال ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أوسعي أي وأنت في بطن أمك يكتب رزقك ويكتب أجلك متى ستموت ما خلقت أو الآن نفخت فيك الروح ما خرجت من بطن أمك كتب رزقك وكتب أجلك بل وكتب عملك وكتبت خاتمتك شقي أو سعيد في الجنة أو في النار كل هذا كتب كتب لنا جميعاً ونحن في بطون أمهاتنا وإنما نخرج بعد ذلك من بطن أمهاتنا لنعيش وفق ما كتب فنأخذ كل رزقنا ونأخذ كل أجلنا ونعمل جميع الأعمال التي كتبها الله تبارك علينا ونذهب أيضاً ونذهب أيضاً بعد ذلك إلى المكان الذي خصص لنا وليس في هذا إجبار من الله تبارك وتعالى وإنما هذا لكمال علمه سبحانه وتعالى فكتابة الرزق فضل ومنه من الله تبارك وتعالى وكتابة الأجل علم من الله تبارك ويعلم متى سنموت فيكتب فلان سيموت باليوم الفلاني فلان سيموت باليوم الفلاني لا يستأخرون ساعة ولا يستقضون وكتب العمل وقال أن العمل المكتوب هنا كتابة علم لا كتابة إجبار أنت الذي اخترت أنا الذي اخترت نحن نختار أعمالنا من أجبركم على المجيء إلى هذا المكان ما أجبركم أحد أنتم اخترتم أن تأتوا إلى هنا ومن أجبر غيركم على أن يذهب إلى ماكنة أخرى من أجبر الكافر على كفره بالعكس لو الإنسان أجبر على شيء أكره فإنه لا يؤاخذ صحيح ولا لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذ فالإنسان اختار عمله هو الذي اختار لكن الله جل وعلا لكمال علمه يعلم ماذا سنختار يعلم اختياراتنا فكتب فلان سيختار كذا فلان سيختار الإسلام فلان سيختار اليهودية فلان سيختار النصرانية فلان سيختار الإلحاد فلان سيختار البوذية هم سيختارون لكن من الذي اختار الإنسان طيب وهذه الكتابة كتابة علم ماذا سيختار لكن ليس فيها كتابة إجبار أبدا ليس فيها كتابة إجبار وإنما الله لكمال علمه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون فكتب ما يعلم سبحانه وتعالى لكن ما أجبر ما أجبر ولذا أهل الجنة يدخلنا الجنة بما كانوا يعملون وأهل النار يدخلنا النار بما كانوا يعملون كذلك وليس بما كتب الله وإنما بعملهم هم ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى